في كنيسة دير بيت حنينة قدمت راهبات الوردية في فلسطين التهنئة وتأدية الطاعة للرئيسة العامة الجديدة الأم صوفي حتر جزيلة الاحترام وقالت رهبنة الوردية المقدسة نرافق الرئيسة العامة ومجلسها الاستشاري بصلواتنا كي يؤد هذه الخدمة بروح إنجيلية ويقود الرهبنة بإلهامات الروح القدس بشفاعة أمنا مريم العذراء سيدة الوردية والقديسة ماري ألفونسين وكان المجمع العام لرهبنية الوردية المقدسة قد انتخب في الثالث من شهر تموز الماضي الأم صوفي سمعان حتر رئيسة عامة جديدة للرهبنية على مدار السنوات الست القادمة